واسطة إجواء المشحونة بالتوقعات والأمال يأمل الناخبون الأتراك بنتائج مرضية بعد مشاركتهم في العملية الديمقراطية للانتخابات المحلية التي أدلوا خلالها لاختيار رؤساء البلديات الكبرى وعضاء مجلس البلدية ورؤساء بلديات المناطق ومخاتير الأحياء وأعضاء مجلس الأحياء بعد أشهر من التنافس الانتخابي المحتدم والحملة الدعائية الشرسة من المتوقع أن يشارك نحو مليون واثنين وثلاثين ألفا وستمائة وعشرين شابا للمرة الأولى في الانتخابات المحلية وبمشاركة ستة وثلاثين حزبا سياسيا حسب ما أفادت به الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إذ بلغ طول ورقة الاقتراع حوالي مائة سنتيمتر بسبب طول قائمة الأحزاب المشاركة توقعات بأن النجاح في السيطرة على المدن الكبرى قد يفتح المجال أمام تنظيم استفتاء برلماني للدعوة لانتخابات مبكرة مما قد يمهد الطريق لترشح الرئيس أردوغان لولاية أخرى بعد أن ألمح إلى أن هذه الانتخابات المحلية ستكون الأخيرة بالنسبة له وفي هذا الإطار تمكن حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية من الحفاظ على ما يعرف بتحالف الشعب وعلى مستوى الحزب نفسه تمثل هذه الانتخابات أول تحدي كبير للرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل الذي يواجه ضغوطا لتحقيق نتائج إيجابية ودرء مخاطر الانقسامات الداخلية خصوصا في ظل التحديات التي اطرحوا الرئيس السابق للحزب كمالك ليجار أوبلو تتجه العيون كذلك إلى إسطنبول أهم المدن التركية نحو الصورة الجديدة للأحزاب الفائزة لما تمثله من ثقل عددي وقيمي في ورقة الانتخابات كذلك تعد أصوات الكرد في إسطنبول الحاسمة والتي تحدد الفائز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لذلك يولي كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري أهمية كبرى لأصوات الكرد أما فيما يخص نتائج الانتخابات فبحسب عدة مؤسسات بحثية نشرت استطلاعات للرأي ورغم تباين النتائج في بعض الأحيان فإن البيانات تشير إلى منافسة شديدة بين المرشحين مع ملاحظة تقارب كبير في الأصوات ترجمة نانسي قنقر